ازاي فضلت الشيخ بنقول كده بسم الله الرحمن الرحيم ولد وبنت صغيرين بيبتدوا يشوفوا الاب والام بيتعاملوا ازاي وبيلحظوا السلوكيات جوه البيت وطرق معالجة المشكلات والحلول والدنيا بتمشي ازاي كده في الحياة وبيبتدوا ان هم ياخدوا المعلومات الاول من الملاحظة وبعدين يبتدي الاب والام يدوهم بشكل مباشر نبدأ ازاي ونعمل ايه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد خلينا نقول الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده من بداية لنهاية عبارة عن فلسفة فلسفة الحياة ربنا سبحانه وتعالى لما تحدث عن هذا الامر اللي هو تكوين اسرة اللي هو رعاية نشأ اللي هو تحمل مسئولية تحدث عنه سبحانه وتعالى باعتباره آية من الآيات وساقوا في سياق الحديث عن الآيات الكونية فقال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكروا فالحديث هنا جاء في سياق الحديث عن آيات الله سبحانه وتعالى في الكون وكيف أن الله سبحانه وتعالى وفق وألف بين هذين الروحين لكي يكونوا هذه اللبنة في المجتمع اللبنة دي اللي بتسمى الأسرة طب إحنا عاوزين نعد الإعداد ده بيكون عامل إزاي زي ما حركت فضلتي الإعداد ده بيكون من البداية خالص من وقت اكتساب الصفات من وقت اكتساب المهارات من وقت اكتساب السلوكيات علشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعبير دقيق يبين لنا أن يا جماعة اللي بياخد الخطوة دي وهو مقبل على الزواج وأتيح له فرصة الاختيار والحمد لله رب يعلمين متاح لنا جميعا فرصة الاختيار وأتيح له فرصة القبول أو الرفض والحمد لله رب يعلمين متاح لكل الناس فرصة القبول أو الرفض يركز على حاجة مهمة إن هو صحيح بيختار زوجه وإن هي بتقبل أو ترفض زوج قبل ما نفكر في ده نخلي بالنا إن إحنا بنختار أم للأولاد صحيح وهي الأخرى بتقبل أو ترفض أب للأولاد يقوم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعبير دقيق يقول تخيروا لنطفكم يعني إيه؟ يعني المسألة ما تبقاش المعايير منصبة ومنساقة في اتجاه واحد اللي هو خدمة أغراضي وأنا عاوز زوجه لنفسي صحيح يعني عاوز زوجه لنفسي وعاوز أم الأولاد وعاوز راعية لبيتي وعاوز مسؤولة عن حياتي ده معنى المشاركة في الحياة الزوجية وده معنى تحمل المسؤولية في الأسرة وأولادنا يجب أن هم ينشأهم على هذا الأساس